السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس السنوي الصناعي تخصص التبريد وتكيف الهواء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقتنا عن تدريس مواد تخصص التبريد وتكيف الهواء وبرنامجكم المفضل في بيتنا مدرسة إن شاء الله النهاردة دي هتكون أول حلقة في العام الدراسي الجديد بحول الله وهي في مادة الرسم الفني وكل سنة طبعا بهنيكم الأول بهلول العام الدراسي الجديد كل سنة وانتوا طيبين وإن شاء الله يكون عام مبارك عليكم وعلينا وعلى الجميع بإذن الله هنبدأ سلسلة حلقتنا بحول الله مادة الرسم الفني وطبعا ما نيجي نتكلم عن مادة الرسم الفني هي مادة مهمة جدا وأساسية مش مهمة فقط لتخصص التبريد وتكيف الهواء ولكن هي مهمة وأساسية لجميع التخصصات الصناعية والهندسية بصفة عامة لأن من خلالها بتنمي هذه المادة مهارات التخيل ومهارات الاستنتاج ومهارات الاستنباط وهي النواء الأولى لطالب التعليم الصناعي بصفة خاصة وطالب الهندسة بصفة عامة بحول الله ويبقى أكبر مجموع موجود في مواد التخصص بالنسبة للدبلوم هو مادة الرسم الفني لذا فهي مادة مهمة جدا وأساسية والنهاية العظمى للمادة دي إن شاء الله بتكون من 100 درجة فالطالب طبعا الطالب المجتهد والطالب الكويس واللي عاوز يجيب مجموع لازم يهتم بمادة الرسم الفني أولا طيب مادة الرسم الفني في تخصص التبريد وتكيف الهواء بتنقسم إلى أربع أقسام أساسية إن شاء الله هندرسها في هذا العام القسم الأول وهو الرسم الفني ومن خلاله بيتم استنتاج المسقط الثالث مع عمل قطاع ودي مهم جدا ودي طالب لو عمل السؤال ده بيحصل على أكبر درجة لأنه بيبقى عليه أكبر درجة أو أكبر جزء في مادة الرسم الفني الجزء الثاني وهو الرسم التبريدي ومن خلاله بيتم رسم دوائر تبريدية متدرجة في الصعوبة باستخدام الرموز والمصطلحات التبريدية الجزء الثالث وهو إفراد أسطح مجاري الهواء ومن خلاله بنعرف إزاي نحسب كمية الصجل اللي بنستخدمها في مجاري الهواء بالإضافة إلى كمية أو المساحة اللي أنا بقدر أستخدمها عن طريق الإفراد الجزء الرابع والأخير في مادة الرسم الفني وهو إن شاء الله مادة أو جزء الرسم الكهربي طيب الرسم الكهربي من خلاله بيتم رسم الدوائر الكهرابية باستخدام الرموز والمصطلحات الكهربية يعني هي نفس الدوائر التبريدية اللي بنستخدمها في الرسم التبريدي فيما عدا إن هنا بيتم عن طريق الرموز والمصطلحات الكهربية ودي بتكون دوائر مهمة جداً لبعض أو لمعظم أجهزة التبريد وتكيف الهواء اللي بنستخدمها بصفة عامة طيب إن شاء الله هنبدأ حلقتنا بالجزء الأولاني وهو الرسم الفني ومن خلاله بيتم استنتاج المسقط الثالث مع عمل قطاع وبناء على رغبة عدد كبير جداً من أبنائنا الطلاب هنبتدي نشرح الأول ونعيد الأساسيات المهمة اللي من خلالها بيبتدي طالب التعليم الصناعي أو طالب التبريد وتكيف الهواء يقدر يستنتج المسقط الثالث بكل سهولة وبكل يسر وبيقدر يعمل عملية قطاع وطبعاً الحلقة دي مهمة جداً مش بس لتخصص التبريد وتكيف الهواء ده فيه أيضاً الأقسام الميكانيكية وأي تخصص بيشمل استنتاج المسقط الثالث مع عمل قطاع بتكون الحلقة دي عن طريق الأساسيات اللي أنا هشرحها بحول الله دلوقتي بتكون مهمة جداً ومن خلالها بيقدر الطالب يستنتج مش هنقول 100% من المسقط الثالث ولكن معظم المسقط الثالث بيقدر يستنتجه بكل سهولة يسر وفيه برضو معظم الطلبة بتستنتجه بنسبة 100% طيب نيجي نشوف أول جزء من أجزاء حلقتنا النهاردة وهو الرسم الفني أو استنتاج المسقط الثالث مع عمل قطاع دي طبعاً مادة الرسم الفني وزي ما احنا قلنا أقسام الرسم الفني قلنا الرسم الفني الميكانيكي اللي هو استنتاج المسقط الثالث مع عمل قطاع بالمسقط المطلوب الرسم التبريدي باستخدام الرموز والمصطلحات التبريدية افراط اسطح مجاري الهواء الرسم الكهرابي باستخدام الرموز والمصطلحات الكهربية طيب تعالوا نشوف اساسيات الرسم الفني اللي احنا قلناها الملاحظات دي لازم احط في اعتباري انها مهمة جدا ودي اساسيات من خلالها بقدر استنتج المسكة التالت طيب تعالوا نشوف الاساسيات دي بتتقسم لايه اول ملاحظة مهمة جدا لازم الطالب يخلي بالو منها ان المساقط التلاتة دي يا شباب مرتبطين بمجسم واحد وليس كل مسكة على حدة يعني ان انا عندي قطعة ميكانيكية او عندي اي دائرة كهربية او شكل تبريدي او دوائر تبريدية دول مرتبطين بشكل واحد فقط مش كل مسكة على حدة زي ما معظم ابناءنا الطلاب مفكرين كده المسكة الرأسي وطبعا احنا قلنا بينقسم او اي حاجة في الدنيا عندي بتنقسم الى سلاس اقسام اساسية وهي المسكة الرأسي والمسكة الجانبي والمسكة الافكي وهنشرحه باستفادة ان شاء الله في حلقتنا النهاردة اول تاني ملاحظة بنقول ان الارتفاع المسكة الرأسي يساوي ارتفاع المسكة الجانبي يعني لو المسكة الرأسي زي ما هنشوف امسي الى ستين يبقى ارتفاع الجانبي ستين طول المسكة الرأسي يساوي طول المسكة الجانبي رقم اربعة ارتفاع المسكة الافكوي يساوي طول المسكة الجانبي رقم خمسة اسقاط الاستوانة تظهر دائرة في مسكة ومستطيل فين في مسكتين تعالوا بقى نشوف كل دي باستفادة ونشوف كل نقطة بتتقسم لقيم احنا قلنا اول نقطة ان المساقطة التلاتة مرتبطين بمجسم واحد او لشكل واحد او منظور واحد طب احنا جبنا منظور هندسي لقطعة ميكانيكية زي ما احنا شايفين هذه القطعة الاساسية اللي بيكون موجودة عندي وبتتكون من تلات مساقط المسكة الرأسي وهو الواجهة الرئيسية وده بيبقى مسكة اساسي بيعطى في الرسمة اللي انا عاوز ارسمها زي ما هو موجود هنا لما انا جاء ابص من هنا كده او الفرونت اللي عندي او الواجهة الامامية المسكة الرأسي ادي المسكة الرأسي اللي عندي يا شباب وهذا الجزء المستدير اللي احنا شفناه طيب لما نيجي نشوف المسكة الجانبي هي نفس الشكل او نفس القطعة الميكانيكية بس انا بنظرها او بنظر اليها من مكان اخر يعني بغير الوجهة هنا زي ما انا مسك بايدي كده ادي الشكل المسكة الرأسي لواني جيت ادور رواني بدور القطعة الميكانيكية تدريجيا زي ما احنا شفنا هنشوف الشكل عندي من الجنب على شكل حرف اللي زي ما احنا شايفين كده اهو ادي الشكل اللي بيكون موجود عندي هنا وادي المسكة الجانبية يبا إذن هو مرتبط بنفس القطع الميكانيكية نفس المنظور اللي موجود أمامي أيضا لو أنا جيت بالصلو من فوق أو من الجهة العلوية زي ما إحنا بنعمل على استدارة القطع الميكانيكية تدريجيا هنشوفه من فوق بالشكل اللي بيكون موجود قدامي كده وده بيطلق عليه المسقط الأفقي يبا إذن إحنا هنا تطبيقا للملاحظة اللي إحنا قلناها إن المساقط الثلاثة مرتبطين بمجسم واحد وليس كل مسقط على حدة يبا إذن الشكل أو القطع الميكانيكية اللي موجودة عندي هنا المسقط الرأسي هنا المسقط الجانبي والمسقط الأفقي بيبقى دايما أسفل المسقط الرأسي طيب تعالوا نطبق الملاحظة التانية ونعرف برضو هي عبارة عن إيه دي الشكل اللي موجود قدامي ده أما نيجي نقول ده يا شباب هنقول يا مستر ده المسقط الرأسي طيب المسقط الرأسي أبعاده كم في كم أبعاده 100 في 60 100 الطول والارتفاع عندي كم 60 طيب تعالوا نشوف ادي ايضا ارتفاع هنا أو طول المسقط الرأسي بيساوي طول المسقط الأفقي نركز مع بعض يعني لو المسقط الرأسي 100 هيبقى المسقط الأفقي زي ما هو موجود عندي ايه 100 عشان نبقى عارفين طيب تعالوا نستنتج المسقط الجانبي ونشوفه ازاي بنجيبه احنا قلنا بناء على الملاحظات اللي احنا ذكرناها ان ارتفاع المسقط الرأسي بيساوي ارتفاع المسقط الجانبي يبقى نخلي بالنا يبقى هنا هنقول يا مستر كام ارتفاعه كام ارتفاعه 60 طيب طول المسقط الجانبي بيساوي ارتفاعه الأفقي زي ما احنا شايفين واما كنا بنتعود عن طريق التماسل بالزاوية 45 جبنا المسقط الجانبي عندي كام يا مستر كام 70 على اساس الملاحظة في 50 ودايما في المسألة او دايما في الرسمة اللي بيجيب لي عندي عن طريق استنتاج المسقط التالت ممكن يجيب لي مسقط رأسي ومسقط افقي والمطلوب مني استنتاج الجانبي وممكن يجيب لي ايضا مسقط رأسي ومسقط جانبي والمطلوب مني استنتاج المسقط الافقي با اذا المسقط الرأسي لازم يدهولي وبيكون اساسي في قلبي الرسمة اللي بيكون موجودة عندي طيب احنا هنا استنتاجنا المسقط الجانبي تعالوا نعكس العملية ونشوف ازاي بنستنتج المسقط الافقي ايضا مسقط رأسي ابعاده كام ابعاده 90 في 50 طيب الارتفاع هنا 50 على اساس ان ارتفاع المسقط الرأسي هو نفسه ارتفاع المسقط الجانبي طب هنا كام يا شباب هنا ستين طب ما احنا لسه عالين انه طول المسكة الرأسي هو نفسه طول المسكة الافقي بإذا الافق هيبقى كام يا شباب هيبقى طوله ستين وارتفاع المسكة الافقي هو طول المسكة الجانبية هيبقى تسعين في كام في ستين طيب تعالوا نشوف كده مع بعض اهو عملنا المحاور اللي عندي وجبنا المسكة الافقي هيبقى طبعا نفس الطول وهنا نفس الارتفاع اللي هو طول المسكة الجانبية يبقى احنا بكده عرفنا ازاي او الثلاث مساكت مرتبطين بمجسم واحد عرفنا ازاي نجيب ابعاد المساكت المطلوب عندي وده اقل حاجة نقدر نعملها بحيث ان احنا نضمن اي درجة بيكون موجودة عندي ننتقل الى جزئية اخرى وهي مساكت الاستوانة الملاحظة المهمة جدا اللي لازم اخلي بالي منها ان الاستوانة يا شباب لازم ابقى عارف ان الاستوانة بتظهر في كل المساكت اللي بيكون موجودة عندي لاغنى عنها في جميع الاجزاء الميكانيكية وجميع الاجزاء التبردية اللي بيكون موجودة عندي زي قطعة ميكانيكية زي البستن بيبقى عبارة عن استوانة اللي بيكون موجودة عندي اجزاء استوانية كبيرة فيهمني انني اعرف المساكت التلاتة للإستوانة وده بتكون قعدة احنا اخدناها في الرسم في سنة اولى بس لازم نعرفها برضو بحيث ان احنا ننوه عليها لابناءنا الطلاب على اساس انه يبقى عارف استنتاجها في المسكة التالت هيبقى عامل ازاي طيب الاستوانة او قاعدة الاستوانة بتقول لي ايه بتقول لي ان الاستوانة بتزهر دائرة في مسكة واحد فقط ولكن المسكتين الاخرين بتزهر مستطيل يعني اذا ظهرت في المسكة او ظهرت في المسكة الافقي دائرة يبقىها تظهر في المسكة الجانبي والمسكة الرأسي مستطيل وعلى العكس إذا ظهرت في المسكة الرأسي دائرة يبقى هتظهر في المسكة الأفقي والمسكة الجانبي مستطيل يبقى يهمني على حسب وضع الاستوانة اللي بيكون موجودة عندي بتظهر دائرة إما القاعدة بتكون بتوازي الجانبي أو بتوازي الرأسي أو بتوازي الأفقي بإذن الاستوانة أو القاعدة هنقول يا شباب مستطيل في مسكتين أو على حسب طولها وأيضا دائرة في مسكة واحد فقط طب تعالوا نشوف اللي احنا قلنا كده ادي الشكل العام عندي للإسطوانة ادي شكل إسطوانة عندي لها طول وقطر محدد هنا اما اجاب الصلة هنا القاعدة بتوازي المستوى الايه يا شباب بتوازي المستوى الافقي يعني انا ببص للإسطوانة من اعلى فانا شفتها ايه هنقول شفناها يا مستر دائرة زي ما احنا قلنا طيب هنشوفها في المسكة الرأس ايه هنشوفها مستطيل زي ما احنا شايفين هون يبقى هنا ظاهرات لمستطيل طيب هنشوفها في المسكة الجانبية ايضا ايه هنشوفها ايضا مستطيل يبقى دي بالنسبة لايه لقاعدة الاستوان طيب تعالوا نشوف وضع الاستوانة احنا غيرنا وضعها خلينا مثلا القاعدة بتوازي المستوى الجانبي زي ما احنا شايفين يبقى هنا هنقول يا مصر في المستوى الجانبي هنشوف دائرة والمسكتين الاخرين اللي هو الرأسي هشوف الشكل العام هنا مستطيلة هو وهنشوفه في المستوى الافقي ايضا مستطيل زي ما احنا شايفين عندي يبقى ايزا الاستوانة بتظهر دائرة في مصكت وبتظهر مستطيل فين في مصكتين طيب نخش جزئية مهمة جدا لا يمكن الاستغناء عنها وهي القطاعات لما نجي نقول احنا بندرس القطاعات هي ايه او ما نجي نعرف القطاع هو ايه القطاع هو ما نجي نعرفه بصفة عامة او نعرفه وعبارة عن ايه هو قطع في الاجزاء او في الاشياء الميكانيكية والعدد او الاماكن التبريدية بغرض اظهار الاجزاء المختفية اللي بتكون موجودة عندي يعني انا عندي على سبيل المثال جزء زي الكمبروسر اللي عندي او الضغط اللي عندي الضغط ده بيكون مكفل فانا اما بشوفه من الوجهة الخارجية عندي ما بشوفش جميع الاجزاء الداخلية او ما بشوفش حتى الاجزاء الداخلية انما لو انا عملت له عملية قطاع يعني انا اطعت منتصف الكمبروسر او الضغط اللي بيكون موجودة عندي زي ما بيجي لك في بعض رسمات يقول لك قطاع في محرك استنتاجي قطاع في ضغط تردودي فاني بقطع عشان اظهر الاجزاء الداخلية اللي بيكون موجودة عندي لذلك هو مهم جدا عشان رؤية الاشكال الداخلية بنتخيل شكلها وبنعرف وضعها بعد عملية القطاع وطبعا عملية القطاع دي بتطرق على معظم الاجزاء فبتغير في شكلها يعني على سبيل المثال انا عندي استوانة مخفية الاستوانة المخفية اللي بيكون موجودة عندي وفي استوانة دي بتكون خارجية الخارجية ظهرة وفي استوانة داخلية مخفية لما اعمل عملية قطاع يا شباب هنلاحظ ان الاستوانة الداخلية عندي ظهرت بصفة عامة طيب تعالوا نشوف كده الهدف الاساسي من القطاعات في المسكت هو ايه اظهار الاجزاء المختفية كلها او معظمها على حسب عملية القطاع زي ما ذكرت وذلك بتمرير مستوى قاطع بمثابة منشار يقطع في الجسم ويمر بالاجزاء المراد اظهرها طيب ادي شكل عندي ايزومترك او شكل منظور هندسي بيكون موجود قدامي لقطع ميكانيكية لقطع خشبية لاي نموذج عندي وجيت في المنتصف عملت عملية قطاع انا مثلت لك شكل المنشاره انني هقطع في منتصف الشكل اللي بيكون موجود عندي طيب لما نقطع هنا هنشوف ايه يا شباب شوفوا الشكل عندي اصبح عامل ازاي اقطعنا الكطع الميكانيكية عندي نصفين فزي ما احنا شوفنا الجزء ده بقى يا شباب ده احنا بنرميه يبقى احنا هنشوف ايه في الجهة المخالفة طيب والخطوط المائلة اللي انت بتشوفها ديا بنطلق عليها خطوط التهشير وهذه الخطوط بتكون بزاوية 45 درجة يعنيني ما بعملش الخطوط دي عبسا ولكن ده لازم عن طريق المسلس بزاوية 45 درجة لازم اعمل الخطوط ديا والخطوط ديا شباب ما بتتحددش الا في المكان اللي المنشار مش فيه فقط طيب ما نيجي نقول يا مستر الجزء الداخلي ده احنا ما عملناش في خطوط دي هنقول لان الجزء الداخلي دي في بداية الامر هو فراغ فطبعا انا بعمل عملية التهشير او بحدد الخطوط ديا في الاماكن اللي المنشار مش فيها فقط ولكن الفراغ لا يهشر عندي زي الشكل اللي موجود امامي طيب تعالوا نشوف برضو الكواعد الهمة جدا للكطاعات بيقول لي ان العلامات التي يتركها المنشار او المستوى القاطع في الاجزاء المصمطة يعبر عنها اللي احنا لسا علينها بخطوط خفيفة متوازية مائلة بزاوية 45 درجة على الافكي وتسمى بخطوط ايه شباب بخطوط التهشير يبقى اني لازم اخلي بالي واعرف حاجة مهمة جدا ودي طبعا بعض انواع خطوط التهشير بتختلف باختلاف نوع المعدن او نوع الحاجة اللي انا عمل له عملية قطع زي ما احنا شفنا الحديد وكفة المعادن بيبقى دي النوع المعتاد اللي احنا بنهشر بيه في تخصصنا بزاوية 45 درجة في طبعا لو انا هقطع عملية برونزو ومشتقات النحاس بتكون ده عملية التهشير او دي خطوط التهشير المعدن الخفيفة بيكون خطوط التهشير بالشكل ده المطاط والبلاستيك والعزل الكهرابي بيكون خطوط التهشير بالشكل اللي موجود امامي كده وطبعا انا من خلال خطوط التهشير دي باعرف الحاجة اللي انا باشتغل او نوع الحاجة ايه اللي انا باشتغل يفضل قالك المسافات بين تلك الخطوط تكون متساوية ودي طبعا بتقدر من 2 الى 5 ملي متر او تزيد وممكن ايه وذلك حسب بساحة الرسم يبقى يهمني اعرف حاجة مهمة جدا في خطوط التهشير بعض ابناءنا الطلبة والطالبات بترسم الرسمة بتفنش الرسمة بشكل جميل جدا ولكن بتقطع في عملية التهشير فبتضيع الشكل الجمالي للرسمة اللي بيكون موجودة عندي لان الكواعد المهمة لعملية التهشير يجب ان تراعى اثناء عملية القطاع بمعنى ان خطوط التهشير رقم واحد يجب ان تكون بزاوية 45 درجة ثانيا خطوط التهشير يجب ان تكون اخف من خطوط المسكت يعني انا الفريم الخارجي بتاع المسكت اللي عندي السمك بيكون اكبر شوية من خطوط التهشير ثالث حاجة انه خطوط التهشير ما عدش عليها مرة اخرى مش اعود اعيد وزيد بالقلم الرصاص فهلاحظ ان فيه هنا تفاوت في سمك خطوط التهشير فبتضيع الشكل الجمالي اللي بيكون موجود ايه عندي ايضا مفيش خطوط بتقطع خطوط التهشير بمعنى ان انا لو فيه خط واصل بين خطوط التهشير واني عملت عملية قطاع فبامسح الخط الواصل دي بحيث ان بيكون خط التهشير مفيش حاجة تقطعه فقط وطبعا زي ما احنا قلنا الفراغ لا يهشر لو احنا التزمنا بقدر الامكان بالقواعد اللي احنا قلناها ديا هنطلع الشكل الجمالي للرسمة مظبوط وهعرف المصحح عندي ان الرسمة بتاعتي مظبوطة واننا عملت او مارست عملية القطاعات مرارا وتكرارا وتمرست فيها عشان اوصل للمستوى الهايل اللي بيبقى موجود في ورقة الرسم طيب دي بالنسبة لايه لعملية القطاعات طيب تعالوا نشوف ايضا يجب ان تكون جميع الخطوط اللي احنا لسا ايلنها تحدد منطقة التهشير خطوط ظاهرة وليست خطوط مختفية ولا يجب ان يمر خط ظاهر من خطوط الجسم الاساسية داخل منطقة التهشير وان حدث ذلك يجب ايه يجب مسح طيب احنا ايضا جبنا منظور هندسي لقطعة ميكانيكية موجودة امامي وعملنا لعملية القطاع تعقبا على الكلام اللي احنا قلناه في الاول طيب اما احنا قطعنا لان الشكل اللي بيكون موجود قدامي ده كده شوفوا هنا الشكل يا شباب خطوط التهشير اخف من خطوط المسكت خطوط التهشير متساوية ما فيش خطوط بتقطع خطوط التهشير هنلاقيها جزء واحد كلها هيا طيب الاجزاء يا مصدر الداخلية دي ما عملناش فيه عملية تهشير ليه لأن الأجزاء الداخلية دي هي فراغات الإسطوانات اللي بيكون موجودة عندي وبالتالي التجوفات لا تهشر لأن المنشار ما بيمشيش فيها وهنا الجزء الداخلي هنا طبعا ده دجويف أيضا يعني يعتبر فراغ فما هشرناش إيه فيه طبعا كل ده هنشوفه باستفادة إن شاء الله دلوقتي مع مثال هنشرحهم قال لك إذا طلب عمل قطاع في مسكت فإن التهشير يكون في ذلك المسكت أما محور القطع فيمر فيه أي من المسكتين الآخرين بمعنى يا شباب إن اتجاه السهم أنا ممكن ما أكتبشي لطلبنا أو أعود طلبنا إنني ما أكتب لهمش حتى المطلوب من المسكت بس عن طريق مجموعة من الأسهم أقدر من خلالها أعرف إذا كنت أنا طالب قطاع رأسي أو قطاع جانبي أو قطاع أفقي يبقى اتجاه السهم على محور القطع يشير إلى اتجاه المسكت الذي يتم التهشير فيه زي ما إحنا شفنا طب هنيجي نقول له هنا يا شباب هنا القطاع قال لي قطاع هنا إيه السهم متجه إلى فين يا شباب متجه إلى المسكت الرأسي يبقى هنا قطاع رأسي زي ما إحنا شايفين عند المحور إي إيه يعني بيحدد للمنطقة اللي المنشار هيمشي فيها عند المحور إي إيه يبقى إذا كان السهم متجها لأعلى يبقى قطاع إيه رأس وعلى العكس لو زي ما هنشوفه أيضا لو فيه هنا الأس ومتجها الأسفل يبقى قطاع إيه أفقي يبا هنا زي ما احنا قلنا التهشير هيكون في المسكة الرأسي ومحور القطع فيمر فين في المسكة الأفق زي ما احنا شايفين هيمر اللي من هنا كده طيب ما مش من هنا كده يا شباب قد الجزء ده عملنا له عملية التهشير طيب الاستوانة حصل فيها ايه الاستوانة دي في الوضع العادي مختفية ولكن عند عملية القطع انني قطعت نص القطع ديا وشلت النص فأصبحت الاستوانة ظاهرة ولكن داخلها فراغ لا يهشر زي ما ذكرنا مجموعة من الاستوانات الداخلية بتكون مخفية لما اجي اشوف قبل عملية القطع لما انا قطعت الشكل عندي الاستوانات كلها ظهرت التجويف بتاعتها ولكن ما بنهشرهاش زي ما احنا شايفين طيب تعالوا بقى ننتقل الى كيفية عمل القطع في العصب طيب اما نقول تقطع او عندما تقطع الاعصاب اسطحها لا تهشر وعندما يقطع سمكها فيهشر بمعنى ان التهشير يكون فيه السمك من العصب اما المساحة فلا تهشر يا شباب لازم نقول عندنا مهمة جدا ما نيجي نقول يعني ايه العصب العصب ويعتبر هو اهم جزء في القطع الميكانيكية او في المنظور الهندسي بصفة عامة لانه هو اللي بيمسك الرسمة او بيحكم القطع الميكانيكية وبدونه القطع الميكانيكية بتكون مفككة ومهلهلة وعرضة للكسر او الفك بسهولة جدا لذلك قد العصب الشكل اللي هو موجود عندي ده العصب ده يا شباب عملية التهشير فيه الجزء الامامي اللي موجود عندي ده الكبير ده بنطلق عليه مساحة والمساحة دي لا تهشر بمعنى انني اذا كنت بعملية التهشير وقطعت زي ما احنا هنا جبنا قطعنا الشكل اللي بيكون موجود قدامي فاحنا هشرنا العصب الوضع ده كده غلط ليه لان التهشير او هنيجي نقول معلومة مهمة جدا اذا كان القطع موازي للعصب يعني قطع من النص كده فان العصب لا يهشر او عندما يكون القطع عمودي على العصب فان العصب بيحصل له ايه شباب العصب يهشر لذلك هنا التهشير بيكون في السمك فقط ولكن المساحة ما بهشرهاش طيب تعالوا نشوف ادي الشكل هو صححنا وضع عملية التهشير قطعنا كده في المنتصف فالسطوانة دي ظهرت زي ما احنا شفنا ودي المساحة اللي هو الجزء باللازرق ده ما هشرناش فيه ولكن لو احنا جينا على العكس جينا في السمك اللي هو الجزء بتاعي او الاخر للعصب هنهشر فيه اللي هو المسكة الجانبي او المسكة الرأسي ودي امثلة مختلفة وبوضح فيها لكم بعض الاعصاب واشكالها طيب العصب يهمني انني اعرف الجزء ده شباب المسلسي بيطلق عليه مساحة والعصب بيظهر او يظهر مساحة فيه مسكة واحد فقط وسمك فيه مسكتين ادي السمك ده اللي هو باللون الابيض ده طب اما اجاب الصلو من الجانبي هنا انا شايفه سمك واما اجاب الصلو من الافق ايضا شايفه ايه السمك باذا العصب بيظهر مساحة في مسكة وسمك فيه مسكتين شكل اخر مماثل للشكل اللي بيكون موجود عندي ايضا انا بسوصله من المستوى الرأسي شايفه هنا مساحة من المستوى الافق شايفه سمك من المستوى الجانبي ايضا شايفه ايه السمك هنا غيرنا وضع العصب اتجاهه فخلناه موازي للرأسي فهنشوف في الرأسي ايه هنقول يا مستر هنشوف سمك وهنشوف في الافق ايه ايضا سمك ولكن اذا نظرنا الى العصب من الجانبي هنلاحظ ان موجود المساحة اللي هو الشكل المسلسي اللي بيكون موجود ايه عندي اه 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 في القطاع الرأسي التهشير يكون في المسكة الرأسي زي ما احنا لسا اليين ومحور القطع يكون خط رأسي بالمسكة الجانبي او خط افقي في المسكة الافقي القطاع الجانبي بيكون التهشير اه في المسكة الجانبي ومحور القطع ايضا بيكون خط رأسي بالمسكة الرأسي او خط رأسي في المسكة ايه الافقي على حسب ما هو يحدد لي في في المسألة اللي بيكون موجودة عندي في القطاع الافقي التهشير يكون في المسكة الافقي ومحور القطع يكون خط افقي بالمسكة الرأسي وخط افقي في المسكة الجانبي ننتقل إلى جزئية مهمة جدا اللي هي أنواع القطاعات أو بعض أنواع القطاعات القطاعات زي ما احنا قلنا احنا لسه ألين أن القطاعات بصفة عامة قطع في الأجزاء الميكانيكية أو في الأجزاء التبريدية بغرض إظهار الأجزاء المختفية اللي بيكون موجودة عني ولكن يهمني جدا يا شباب أنني أعرف أن القطع دلو أنواع يعني فيه قطاع يطلق عليه القطاع الرأسي فيه قطاع يطلق عليه القطاع الجانبي فيه قطاع يطلق عليه القطاع الأفقي وفيه قطاع آخر يطلق عليه القطاع المتدرج وده نوع من القطاعات زي ما هنشوف كل ده باستفادة ده نوع من القطاعات بيكون عملية القطع ليس على استقامة واحدة طيب إيه الفرق يا شباب أو ما نجي نقول يا مستر إيه الفرق بين القطاع الرأسي والقطاع الجانبي والقطاع الأفقي ده اللي احنا هنشوفه بالتفصيل هنا مع بعض الامثلة اللي انا موضحها لكم هنا علشان يبقى العملية عندنا او نبقى موضوع القطاع وموضوع الاستنتاج المسكة الثالث الاساسيات عرفناها ونفس الاساسيات هنمشي فيها في كل استنتاج مسكة الثالث او كل رسمة بصفة عامة انا عارف طب ننتقل الى النوع الاول وهو القطاع الرأسي وده بيكون القطع في المستوى الرأسي زي ما هنشوف كده في القطاع الرأسي بيكون التهشير في المسكة الرأسي زي ما احنا ذكرناه ومحور القطع يكون خط رأسي بالمسكة الجانبي او خط افك في المسكة الافقي طيب احنا استدلينا بقطعة ميكانيكية معلومة وموجودة قدامي كده ادي شكل المنظور الهندسي يا شباب بتاعة القطع الميكانيكية من الرأسي انا شايف الجزء ده اذا انا شايف الجزء ده من الرأسي وشايف المكعب اللي فوق هنا ولكن الأجزاء الدخلية فيه هنا استوانة وفيه أيضا استوانة من تحت أنا مش شايفة هي موجودة عندي فعملتها مختفية وأيضا فيه هنا تجويف أنا ما بص من الجهة الرأسية مش شايفه لما أجب بص للمنظور اللي عندي هنا من المستوى الجانيبي شفت الجزء ده وشفت ده بالإضافة للتجويف المختفية في المسكة الأفكة أنا شفت الشكل العام اللي هو موجود عندي هنا اللي أنا ببصه لمنفهم طيب هنا هو طلب مني إيه قطاع رأسي تبتعالوا نشوف كده إزاي نفس الرسمة دي بعملها قادي نفس المنظورة عملت له عملية قطاع في الرأسي يبقى شوف محور التماثل بقطع فين يا شباب في الرأسي اهو إيه اللي هيحصل لو إحنا قطعنا المنظور الهندسي اللي بيكون موجود عندي كده شفنا الشكل بعد عملية القطاع أصبح إزاي يبقى إذن كل الاستوانات الداخلية اللي ما كانتش ظاهرة فيه الأول قبل عملية القطاع أصبحت ظاهرة وبضوح بعد عملية إيه القطاع يعني واضحة قدامي خالصة ودي التجويف الآخر أصبح ظاهر وواضح أيضا بعد عملية القطاع يبقى إحنا هنشوف الشكل العام هنا كده طيب تعالوا نشوفوا المساكة التلاتة إيه اللي تغير فيها طبعا إحنا هنا طلبين من إيه لو إحنا جينا نبص تعقيبا على الكلام اللي إحنا قلناه كله الأسهم هنا متجهة إلى فينيا مستر الأسهم متجهة إلى الرأسي يبقى إذن القطاع أو التهشير بيكون في عملية الإيه الرأسي أو المسكة الرأسي هنشوف التهشير أدي أصبح شكل الإيه التهشير اللي بيكون موجود عندي اللي طرق الأجزاء المختفية عندي ظاهرة طب تعالوا نشوف قطاع آخر وهو القطاع الجانبي وده إحنا قلناه محور القطع بيكون خط رأسي بالمسكة الرأسي أو خط رأسي في المسكة الأفقي طيب تعالوا نشوف نفس المنظور بس نشوف إحنا قطعنا منين هنا من الشكل الجانبي فإحنا هنرمي الجزء ده هنشوف إيه بعد ما عملنا عملية القطاع شوفنا الشكل أصبح إزاي يا شباب أصبح الأجزاء بس أنا قطعت المنظور من جهة أخرى وهي الجهة الجانبية يبقى إذن عملية التهشير هتبقى تظهر عندي في المسكة الجانبي طيب تعالوا نشوف المساقطة الثلاثة قد المساقطة الثلاثة طبعا أنا هنا ما بعملش حاجة وشايفين السهم هنا متجه إلى فين متجه إلى الجانبي يبقى إذن القطاع هو قطاع جانبي الشكل أو خطوط التهشير اللي بيكون موجودة قدامه عندي طيب ننتقل إلى القطاع الأفقي والقطاع الأفقي بيكون طبعا القطع خط أفقي بالمسكة الرأسي أو خط أفقي في المسكة الجانبي على حسب قادي الشكل اللي عندي قادي شكل أيزومتريك عندي أو قطع ميكانيكية القطع دي عملت اللي عملية قطع واني زي ما احنا شوفنا هنا فأصبح الشكل اللي عندي القطاع موجود شوف هنا ده عصب يا شباب عشان نركز ده عصب احنا قلنا المنطقة الحمراء دي قلنا بنطلق عليها مساحة فهنا ما ينفعش هشر في المساحة المسلسية دي لو طلب منه قطاع رأسي ولكن التهشير بيكون في السمكة عادي زي ما احنا شوفنا يبا احنا ما قطعنا كده مشينا لحد ما كان القطع وهشرنا فين يبا اذا السمك بتاع العصب بيتم التهشير فيه ولكن المساحة لا تهشر زي ما احنا شوفنا فيه قطاع اخر ويطلق عليه قطاع نصفي وده القطاع النصفي اللي احنا بنقطع منه في نص المسقط فقط ولكن او في نص القطع الميكانيكية مش في كلها زي ما احنا شوفنا بالشكل اللي بيكون موجود قدامي كده قطعت نص القطع الميكانيكية يبقى اذا دي ايضا الشكل العام اللي عندي ودي شكل القطع الميكانيكية بعد ما عملتله عملية قطاع الجزء الاخر اللي هو مش عاوز له عملية قطاع بيفضل زي ما هو ما بغيرش فيه حاجة خالص ولكن الجزء الثاني بيتم هنا عملية التهشير فيه عادي كما ينبغي زي ما احنا عارفين واحيانا بيتم هنا المحور اللي بيبقى موجود في المنتصف ده بنعمله خط مستقيم فيه القطاع النصفي لانه بيظهر نص الجزء الاخر من المسقط طيب ننتقل الى القطاع المتدرج وده بيكون نوع من القطاعات ليس على استقامة واحدة زي ما احنا شايفين بيتم هنا يحدد لي مثلا ادي قطاع عنده آلف بجيم دال او اي بي سي دي على حسب ما يحدد لي شكل القطاع اللي عندي بمشي وطبعا احيانا بيتم عمل القطاع المتدرج او القطاع اللي بيكون ليس على استقامة واحدة دي يا شباب عشان يوضح لي الاجزاء الداخلية فيه اجزاء بعينها محتاج ان انا اوضحها واعرف شكلها ازاي بعد عملية القطاع طبعا دي الشكل العام اللي عندي المسقط الرأسي بعد عملية القطاع اللي بيكون موجودة عندي ويبقى بكده احنا خدنا جزء مهم جدا وهو الاساسيات اللي عندي بالنسبة لعملية القطاع الاساسيات اللي انا شرحتها في عجالة مهمة جدا من خلالها اذا احنا عرفناها هنعرف نستنتج معظم او جميع اجزاء المسقط المطلوب بكل سهولة ويسر وطبعا القواعد الاساسية اللي احنا قلناها دي ما بتنطبقش على مسقط بعينه ولكن بتنطبق على كل المساقط او كل الكطاعات او كل الاجزاء الميكانيكية اللي انا عاوز لها عملية القطاع وعملية استنتاج المسقط التالت طب تعالوا تعقيبا للكلام اللي احنا قلنا عليه وتأكيدا له هناخد مثال من واقع تخصصنا عن قطعة ميكانيكية نعرف فيها كل اللي احنا قلناه دي وانطبقوا بشكل واضح وبشكل سلس وهتشوفوا بالنسبة للقواعد اللي احنا قلناها هيصبح الموضوع سهل جدا وسلس بالنسبة طيب تعالوا نشوف تمرين كده تمرين على استنتاج المسقط التالت زي ما احنا قلنا ده تمرين طبعا رقم 6 بالكتاب المدرسي اللي عندي بيقول لي الرسم يوضح المسقطين الرأسي والأفقي لقطعة ميكانيكية والمطلوب رسم الآتي بمقياس رسم مناسب رقم واحد قطاع رأسي كامل عند المحور اي 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 فين المحور اي 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 يا مستر قد المحور اي اي ودي طبعا محور متدرج وليس على استقامة واحدة اللي احنا لسا عائلين ثانيا قطاع جانبي عند المحور بي بي ثالثا مصقط افقي كامل زي ما احنا شوفنا يبقى هو هنا طالب مني في الرسمة او القطع الميكانيكية اللي بيكون موجودة عندي هنا طالب مني قطاع رأسي وطالب مني قطاع جانبي ودي الشكل هنا بيوضح لي حتى لو انا ما كتبتش المطاليب ديا شكل الاسهم بيوضح لي نوع القطاع اللي انا عاوز اعمله فيه في اي مسقط زي ما احنا ذكرناه قبل كده طيب ننتقل هنا الى شكل الرسمة واحنا عودنا ابنائنا الطلاب ان لازم احلل الرسمة اللي بيكون موجودة عندي الاول عشان اعرف كل جزء ما كانوا فينه عبارة عنهم طيب احنا رسمنا المنظور الهندسي وابنائنا الطلاب مش مطلوب منهم انهم يرسموا المنظور الهندسي او الايزومتريك اللي موجود امامي ولكن احنا عملناه كوصيلة توضحية عشان الطالب يعرف القطع الميكانيكية شكلها موجودة ازاي في الحقيقة او المسقطين او الطلت مساكت اللي انا بيرسمهم شكلهم ازاي في الحقيقة طيب تعالوا نبص هنا للوجهة الامامية ادي المسقط الرأسي يا شباب اللي هو اللي فوق هنا المسقط الرأسي عبارة عن اعدة زي ما احنا شايفين الاعدة الشكل ده واعبارة عن الاستوانة اللي هي باللون الاحمر هنا طيب ادي شكل الاعدة موجودة قدامي هنا والتجويف بتاعها وادي شكل الاستوانة اللي هي باللون الاحمر اللي هي الاستوانة الخارجية اللي هي الكطر اللي عندي او كطرها 70 زي ما هو اي او كطرها 50 اللي هي بالاحمر وبص أيضا من هنا أو بشاهد من المسكة الرأسية هنلاقي هنا في تجويف الاستوانطين أو مشقبية طبعا ما أجب بص من الجهة الرأسية أنا مش أشوفهم في عملتي ما كانوا من نقاط من الجهة الأخرى هنا في صكبين أو في مشقبيتين أيضا موجودين ولكن دول على استقامة واحدة فاني بشوفهم أكنهم واحد بس أو على محور واحد زي ما إحنا شفنا ولكن في الحقيقة هم موجودين اتنين زي ما إحنا شايفين قادي اللي باللون اللازرق يا شباب اللي هو العصب اللي احنا قلناه وقادي العصب موجود عندي مساحة يبقى موجود القاعدة هنقول يا مستر موجود في الأفق سمك وموجود في الجانبي أيضا سمك طيب تعالوا نبص لنفس القطعة الميكانيكية ولكن من أعلى أو من المسكة الأفق اللي بيكون موجودة عندي قادي الأعدة الكبيرة موجودة أمامي هنا هي وقادي شكل الاستوانة يبقى هنا الاستوانة ظهرت دائرة وهنا ظهرت لمستطيل يبقى هجيلي في الجانبي مستطيل أيضا بناء على القاعدة وفي استوانتين داخليتين مش بينين عندي في المستوى الرأسي ظهروا عندي فين في المستوى الأفق لأنني بصص من أعلى فبكشف القطعة الميكانيكية بالكامل في مجرى هنا أو جزء عندي مقطوع من أسفل الاستوانة اللي عندي أو من أسفل القطعة الميكانيكية طبقا ماجهة بصوا من فوق هنقول هي مش موجودة بس عمل مكانة هنا نقط النقط دي بيتدللي بيقول لي أن في مجرى موجودة عندي طولها سمكها أو طولها 30 وبارتفاع المسكة الأفقية عندي لياب 60 مش بينة ولكن موجودة أسفل فين المسكة ويبقى بكده إحنا حللنا المسكة وعرفنا الشكل العام بتاعي بيرتبط بإيب إذن كلهم مرتبطين بمجسم واحد ولا لا زي ما احنا قلنا طيب تعالوا بقى إزاي نستنتج المسكة الجنبي بطريقة سهلة وبطريقة سهلة بناء على القواعد اللي احنا قلناها طيب طول المسكة الرأسي كام يبقى طول المسكة الرأسي مصطر 144 يبقى إذن طول المسكة الأفق 144 طب عاوزين نجيب ارتفاع أو طول وارتفاع المسكة الجانبي المسكة الجانبي إحنا قلنا ارتفاع وهو ارتفاع المسكة الرأسي يبقى إذن هنا 50 هيبقى الارتفاع عندي 50 وهنا 60 بناء على القاعدة اللي احنا هنشوفها ونشوف إزاي بنستنتج المسقط اللي بيكون موجودة عندي يبقى احنا كده طلعنا زي ما شفنا الطول اللي عندي كام يا شباب قبل ما اجي هنا يبقى انا حددت الفريم اللي عندي هنا 50 هنا 60 عفوا وهنا الارتفاع عندي كام 50 فيه هنا يا شباب محور في المنتصف يبقى لازم اعمل هنا محور في المنتصف زي ما احنا شايفين وطبعا احنا قلنا الطريقة دي اللي هي طريقة الانعكاس عن طريق الزاوية 45 درجة دي بيتيسر لشوية عملية الرسم ولكن انت مش معنى انك ترثم بيها ولكن احنا بنوضح بس للطلاب ان ازاي مكان القطعة بيظهر في المساقطة الثلاثة طيب اما اجي بص من المستوى الجانيبي من هنا يا شباب زي ما احنا شفنا هنشوف الاعدة اللي هي موجودة عندي ديا ماشي الاعدة دي هنبتدي نرسمها بنفس الارتفاع اللي عندي اللي هو الثلاثين يبقى هاجي هنا عن طريق الاعدة اللي بالشكل اللي عندي هنا باصص اهو حدد الطول بتاعها حددنا الشكل العام لاننا باصص لها من الجنب هتلاقي هنا الارتفاع بتاعي 20 والطول بتاعي كام 60 زي ما احنا شفنا اللي هي القاعدة او المستوى الامامية اللي انا ببص من المسكة الجانب ننتقل الى الاستوانات التلاتة الاخرى الاستوانة اللي هي باللون الاحمر دي اللي هي ما كان هنا مستطيل يبقى هتيجي هنا ايه مستر هنقول هتيجي مستطيل طب تعالوا نجيب اسقطها كده يا شباب اهو حددنا المستوى القاطع بتاعي وهنطلع عن طريق الانعكاس طلعنا ورسمنا الاستوانة اللي بيكون موجودة عنه يبقى ظهرت هنا دائرة ظهرت هنا ايه شباب ظهرت هنا مستطيل زي ما احنا شايفين يبقى هتظهر لي هنا ايه هتظهر لي مستطيل بالشكل اللي بيكون موجود امامه وطبعا احنا ما بنخلص دي جزء زيادة زي ما احنا قلنا ده جزء زيادة ممكن نمسحه بس في الاخر دي بالنسبة الفين للاستوانة رقم واحد طب تعالوا نشوف الاستوانة رقم اتنين اللي هي عندي موجودة باللون الازرق ادي الاستوانة رقم اتنين من الدهالة الفاي بتاعتها تلاتين طب هنا ظهرت لي هنا شباب اللي هي الممقعة لزهرت لي هنا مستطيل بالشكل اللي بيكون موجود قدامي يبقى هتجيلي هنا دائرة هتجيلي هنا مستطيل يبقى هتجيلي هنا ايه شباب مستطيل طب حددنا الارتفاعات بتاعتها وطلعت لي مستطيل بنفس الشكل اللي بيكون موجود هنا يبقى إذن اسقطات الاستوانات سهلة بس أنا أبقى عارف القاعدة العامة اللي أنا برسم بيها ننتقل إلى الاستوانة رقم 3 وده الاستوانة رقم 3 هنا قبل الاستوانة رقم 3 يا شباب أنا باصص من هنا هل المجرى الداخلية دي أنا شائفة لا يا مصطر لإن أنا باصص من الجنب فالمجرى دي مدارية داخل الجسم زي ما إحنا وضحناها في المنظور الهندسي فمش هتبقى ظهرة فهطلع بنفس الارتفاع اللي عندي اللي هو الخمسة من دهولي وبطول المسقط وهعمل المجرى خط نقط هيقول لي أن في مجرى داخلية موجودة داخل الجسم ولكن أنا مش شايفها من الجهة الجانبية ننتقل إلى الاستوانة رقم 3 وده الشكل العام للأستوانة رقم 3 يا شباب اللي هي باللون الأسمر هنحددها أيضا جات لي هنا مستطيل يبقى هجيلي هنا مستطيل طب إحنا ظهرناها هي مسكة منين يا مستر هنقول مسكة من أول التجويف أو من أول الاستوانة رقم 2 اللي هي باللون الأزرق إلى نهاية المجرى اللي بيكون موجودة عندي زي ما إحنا ظهرناها إبقى إذن الاستوانة الأولى دائرة مستطيل زهرت هنا مستطيل باللون الأحمر الاستوانة الزرق زهرت هنا دائرة زهرت هنا مستطيل نقط على حسب ما موجودة بقى زهرت لي هنا مستطيل نقط لأنني مش هشوفها أيضا الاستوانة رقم 3 زهرت لي هنا أيضا دائرة زهرت لي هنا مستطيل نقط لحد المجرى يبقى تظهر هنا مستطيل نقط لحد الفين لحد المجرى ننتقل إلى العصب طب العصب زي ما إحنا قلنا هنقول يا مستر هنا ده مساحة بيظهر مساحة العصب وبيظهر لي هنا ايه سمك يبقى هيجيلي في المسكة الجانبي هيجيلي ايضا هنا ايه سمك طيب ادي هنشوف عندي حددنا المحاور بتاعة او السنترات بتاعة الدوائر اللي عندي لان هنا فيه كم دايرة يا شباب فيه ثلاث استوانات بيكون موجودة عندي بس العصب الاول بنعمله يبقى احنا حددنا العصب منين هنقول هنا ظهر يا مستر هنا ظهر مساحة بالشكل اللي بيكون موجود امامي ظهر لي مساحة يبقى هيجيلي هنا ظهر لي في المسكة الافقي سمك يبقى هيجيلي هنا ايه سمك هو سمكه كام يا شباب من الدهولي عشر يبقى نيهاجي يبقى اذا هنجي عند السنتر هنا وهيبقى هنا خمسة ومن هنا خمسة بس طوله هيبقى فين هنقول يا مستر موجود طوله من اول الاعداء لحد نهاية الدائرة هيظهر سمك زي ما احنا ظهرناه هنا بالشكل اللي بيكون موجود امامي يبقى هنا عصب ظهر مساحة ظهر لي هنا سمكه يظهر لي اين هي يا شباب سمكه بالشكل اللي بيكون موجود امامي بقى مساحنا طبعا الزيادات اللي بيكون موجودة عندي وننتقل الى الاستوانات اللي موجودة عندي طبعا انا عندي ست استوانات موجودين في اماكن مختلفة كل اتنين مع بعض قد الاستوانة دي استوانة الكبرى زي صورة طبك الاصلة بس بشكل مصغر من الاستوانتين اللي موجودين هنا وطبعا دي بتكون مشقبية أو تجويف ممكن أربط فيه بصمار بحيث أنه ما يبقاش بارز عن السطح اللي عندي أو بربط فيه أي قطعة ميكانيكية أخرى وبجمعها مع بعضها أدي الاستوانة الأولانية وأدي الاستوانة التانية يبقى هنا فيه هنا بس ما نيجي نبص من الجهة الجانبية هنلاقي هنا ثلاث محاور أدي المحور الأول اللي هو رايح للإستوانتين ودي المحور اللي في المنتصف اللي هو القردي احنا عملناه رايح للإستوانة اللي في المنتصف الاثنين اللي في المنتصف ودي الاثنين الآخرين اللي هم موجودين في الطرف هيتلعولي هنا برضي أنا حددت المحاور طب هنقول الاستوانة بتظهر ازاي تبكي الأصل زي ما احنا قلنا مستطيل يبقى هجيلي هنا مستطيل يبقى هجيلي هنا مستطيل أدي الشكل الأول اللي عندي ظهر لي دي الاستوانة الكبيرة مستطيل والاستوانة الأخرى مستطيل نوعات الاستوانة رقم اثنين ايضا نفس النظام والاستوانطين اللي هما في المنتصف ايضا نفس النظام بالشكل اللي بيكون موجود امامه وبكده يبقى احنا ايه؟ عملنا المساقة التلاتة لقطعة الميكانيكية اللي بيكون موجودة عندي واده شكل الايزومتريق بصص من الجنب انا شفت يا شباب الشكل ده ادي الاعدال اللي احنا لسه ايه لهنا هنشوف انا الاستوانة بالله احمر استوانة كبيرة مستطيل الاستوانطين الداخلية ادي الاستوانة الداخلية اللي هنا اللي هي باللازرق دي مش باينة لأننا ببصص من هنا وادي الاستوانة الأخرى اللي هي موجودة في الأسفل برضو مش باينة ظاهرة تحت زي ما احنا شفنا مش هشوفها وادي العصب هنا ظاهر يا مصطر في الرأسي ايه مساحة بالشكل العام اللي بيكون موجودة عندي وظاهر في الجانبي هنا سمك ويظهر في الأفق كيفين سمك زي ما هو ظاهر عندي ننتقل إلى جزء آخر وهو الجزء المهم اللي هو طلبه مني وهو عملية القطاع احنا قلنا كده احنا خلصنا بناء على الاساسيات اللي احنا خدناها ازاي نستنتج المساقطة التالت تعالوا نشوف ايضا ازاي نعمل عملية قطاع رأسي وقطاع جانبي زي ما هو طلب مني بناء على القواعد اللي احنا عارفينها واللي احنا درسينها قبل كده بحيث ان انت تبقى عارف جميع ابعاد المساقطة التلاتة اللي عندي ماشي ازاي طيب ننتقل إلى الشكل العام اللي بيكون موجود عندي وقال لي هنا ايه قطاع رأسي ادي حددنا قطاعه يا شباب ادي القطاع الرأسي زي ما احنا شفناه شباب عندي ايه ايه بالشكل اللي بيكون موجود امامي طيب لما نيجي نقطع هنا ده قطاع متدرج باش مهندسين الكطاع المتدرج هنا لما جاقطع هنا يا مستر هنقول اه طب تعالوا نشوف كده ادي هنا ادي الشكل العام للايزومتريك اللي عندي او المنظور لو انا قطعت في المنتصف كده يا شباب في البداية هنا يبقى اذا يا مستر الاستوانتندل ايه هيظهرولي عندي ده اول حاجة طب ان ما مشي كده في المنتصف هنقول يا مستر ايوة الاستوانة الخائد الاستوانتندل ايضا هيظهرولي ليه يا باش مهندسين هيظهرولي عندي لان حصل عندي هنا عملية قطع في المنتصف الايه الشكل اللي بيكون موجود يبقى اذا هنا طيب انا هديك مثال صغير انا جلت هنا عملية القطاع عملت عملية قطع بس ده قطع في المركز او في السنتر ولكن مش قطع متدرج زي ما هو طالب مني عشان اوضح بس ان ابناءنا الطلاب يلمسوا عملية وضع الاستوانة رقم اتنين هنا لو انا عملت قطع في المحور اه اه او في منتصف المسقط مباشرة يبقى انا ما قطعتش في الاستوانتين دول يبقى دول مش هيظهرولي ركزوا معايا يا شباب يبقى دول مش هيظهرولي يبقى اذا الا هيظهر يا باش مهندسين اللي هيظهر عندي الجزء ده كده اللي هي التجويف اللي هي الاستوانة اللي بيكون موجودة عندي هنا ولكن الجزء الاخر هنمسح الاستوانة هنا ولكن هو طلب مني ايه طلب مني كطاع عند ايه ايه قال لي يعني تيجي عند السنتر او المنتصف وتنزل وتمشي في الاستوانة عشان نظهر الاستوانة اللي بيكون موجودة عندي هنا يبقى هاصبح الشكل عندي عامل ازاي تب هنقول يا مستر مفيش خطوط بتقطع خطوط التهشير فاحنا مسحنا جميع الخطوط اللي بيكون موجودة عندي على اساس يظهر الشكل العام بتاع الاستوانة عندي كده وتكون خطوط التهشير عندي بالشكل اللي بيكون موجودة عندي كده يبقى أصبح أن ما فيش خطوط بتقطع خطوط التهشير طيب الأجزاء الداخلية يا شباب اللي هي موجودة داخليا دي ايه دي فراغات يا مسترهي الفراغات الداخلية قد المجر هنا أصبحت عندي ظاهرة بالشكل اللي بيكون موجودة ودي فراغ الاستوانة ودي فراغ الاستوانة الأخرى اللي هي موجودة عندي باللون اللبن هي الاستوانة دي والتهشير بيمشي طبعا حواليهم وهنا طبعا فراغ والاستوانة دي منشار مشي فيها فقطع فيها فاصبحت ظهر هنا ايه عملية القطاع ده بالنسبة للقطاع الرأسي عند المحور ايه ايه ننتقل الى قطاع اخر هو طلبه مني وهو قطاع في المستوى او النسقة الجانبي حددهولي عند بيه بيه طيب نشوف الشكل العام للايزومتريك بس انا مش هقطع بالطول بقى كده انا هقطع كده زي ما احنا قلنا من انواع القطاعات هقطع كده في الجنب فما اقطع انا كده من الجنب يا شباب ايه اللي هيحصل شوفوا شكل المنظور الهندسي عندي وشوفوا شكل اصبح عامل ازاي شوفوا الشكل كده اصبح الجزء كل الاستوانات الداخلية اللي بيكون موجودة عندي التلت او الست استوانات اللي موجودين في الاحدى دول هيتمسحوا لي يا مستر لان انا مشيت كده في المنتصف فانا ممشيتش فيهم فما فيش خطوط بتقطع خطوط التأشير فهمسح الثلاث استوانات اللي بيكون موجودة عندي هنا طيب الاستوانة الخارجية الريدي زهرة الاستوانة الداخلية هنا هتظهر لان انا قطعت فيها هي شباب اللي هي هنا والاستوانة رقم ثلاثة موجودة عندي هتظهر ايضا لحد المجرى طيب هنشوف الشكل العام اللي عندي شوفوا اصبح شكل المكان او المنطقة المحصورة اللي انا عمل لها عملية تهشير عندي عاملة ازاي زي ما احنا شايفين ادي الشكل العام اللي بيكون موجودة عندي طيب هل التهشير لما نيجي نقول هنا التهشير هينزل يا شباب لحد النهاية هنقول لا يا مصدر لان فيه اعدة موجودة عندي هنا فالتهشير هينزل لحد الاعدة لان بعد الاعدة او بعد المجرى دي عفوا هيكون فراغ بيكون موجودة عندي فبالتالي الشكل العام زي ما احنا شفنا اهوا هتلاقي عملية التهشير ازهرنا الاستوانة الكبيرة طبعا هي كده كده ظهرة اللي هي كترها خمسين والاستوانة الاخرى اللي هي كترها تلاتين وعمقها عشرة ظهرت ايضا عندي والاستوانة السالسة اللي هي موجودة عندي لحد المجرى موجودة هي طبعا هنا ما انا قطعت كده ورميت الجزء ده كده فانا بصيت من الجنبي شفت الايه ادي الجزء اللي انا مزلله باللون الاحمر ده هي دي المنطقة التهشير او المنطقة اللي انا عمل لها عملية تهشير يعني ما نيجي نبص كده اصبح شكل المسكة الجانبي بعد عملية التهشير بالشكل ده طيب الاجزاء الاخرى زي ما احنا وضحناها مرارا وتكرارا دي مش هتظهر عندي او هتظهر فراغ فبالتالي هنا ايه مفيش خطوط بطاقة خطوط التهشير بالشكل اللي بيكون موجود امامي هنا زي ما احنا ايه شفنا ده او في بعض الرسومات ممكن او في بعض ابناءنا الطلاب بيجي عند المنظور الهندسي ويشيل ويشيل ايه شباب ويشيل المركز ده عند عملية القطاع ده بالنسبة ايه للمسكة القطعة الميكانيكية المطلوبة اعرفنا احنا من خلال حلقتنا النهاردة بحول الله عرفنا بعض الاساسيات المهمة لمادة الرسم الفني واللي هنستمر عليها ان شاء الله في حلقات متتالية اخرى بحول الله نعرف منها نستنتج المسكة التالت مع عمل قطاع وعرفنا ايضا خدنا مثال مهم جدا من واقع الكتاب المدرسي اللي بيكون موجود عندي وطبقنا عليه كل الاساسيات وكل القواعد اللي احنا خدناها في حلقتنا النهاردة ان شاء الله وطبعا في حلقات بحول الله في حلقات متتالية هنشرح مساقط اخرى وهنشرح اجزاء ميكانيكية اخرى ونعرف برضو عملية القطاع وعملية التهشير اللي بيكون موجودة عندهم اتمنى من ابنائنا الطلاب بحول الله انهم يكونوا استفادوا من الحلقة على امل ان شاء الله ان نلقاكم في حلقات اخرى لكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته